تقول السحر والعين مثلا هل ينتقل بسببها عدوى مثلا إلى الشخص الآخر مثلا العين والسحر والمس أمث الله بارك الله فيك يعني أنا في حدود اطلاعي وقراءتي وأيضا سؤالي لكثير من الرقات أن مسألة المس قد ينتقل مسألة المس قد ينتقل لكن مسألة العين لا قالوا ما ينتقل لأن العين حينما يصاب بها الإنسان تكون الإصابة عليه فما يتأثر من هو معه ساكن معه أو قريب منه أو زوج وزوجة لكن المس قالوا نعم ممكن ينتقل إلى الشخص الآخر إذا وجد محلا مستعدا لذلك كشخص يعني لا يعتني بالطهارة شخص لا يصلي شخص لا يذكر الله عز وجل تتسلط عليه الشياطين تتسلط عليه الشياطين كذلك السحر لا ينتقل السحر يعني في ذات الشخص مثلا ذات الشخص أما مسألة المس قالوا نعم ولذلك السحر والعين فيما قرأت وفيما سألت لا ينتقلان إلى الأشخاص الآخرين أما المس قالوا نعم ينتقل من شخص إلى شخص إذا وجد محلا مستعدا لمثل هذا الانتقال ترجمة نانسي قنقر